طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيه اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدوا همل بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أول ما عليك أن تعلمه هو سبب الخلق فالله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ الأهوى لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فالله سبحانه وتعالى خلق الخلائق لعبادته فقد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فالمخلوقات جميعها تسبح بحمد الله تعالى وتعبده وحين كان المخلوق العاقل من الإنس والجن بحاجة لمن يدله على الحق لم يتركم هملا بل أرسل إليهم الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو ما يعبد من دون الله تعالى طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي